وتأعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية على لائحة دين استغلال النظام المغربي للأطفال والقصر في أزمة الهجرة مع إسبانيا التي أكدت بأن كانت هناك محاولات لابتزازها بسبب موقفها بشأن القضية الصحراوية الهجرة الغير نظامية والهجرة الغير شرعية محل ابتزاز وورقة ضغط وفيما يتعلق بمحاولة المغرب استغلال هذه الورقة بدورها للضغط على إسبانيا يتجاوز مجرد استغلال القصر في مسألة الهجرة إلى أشياء آمق من ذلك بكثير اللائحة التي تم التصويت عليها تعتبر صفعة أخرى لنظام المخزن تضمنت انتقادات لاذعة للسلطات المغربية حول ملف الهجرة وتأكيد دعم موقف مدريد من القضية الصحراوية وورد في اللائحة أن البرلمان يكرر تأكيد موقف الاتحاد الموحد بشأن الصحراء الغربية والذي يقوم على أساس الاحترام الكامل للقانون الدولي وفقا لقرارات مجلس الأمن لا يمكن أن ندين الاحتلال في فرستين ونقبل الاحتلال فقط لأن البلد المحتل هو شريك في القومية أو شريك في التاريخ الأكثر من ذلك فقد حذر الاتحاد الأوروبي النظام المغربي حين قال بأن مدينة سبتا هي حدود خارجية الاتحاد الأوروبي تتعلق حمايتها وأمنها للاتحاد الأوروبي بأسره وعلى المغربي الاحترام الكامل وغير القابل للتفاوض لوحدة أراضي الدول الأعضاء اشتركوا في القناة